حرب الرقائق حرب جديدة تخوضها القوى العظمى في العالم لا طائرات ولا دبابات ولا جنود الهدف السيطرة على الرقائق الإلكترونية أو ما يعرف بالمايكرو تشيبس فما القصة؟ غياب قطعة واحدة أثناء تصنيع سيارة قد يقف خط إنتاج بالكامل قطعة بهذا الحجم تستخدم لتشغيل كل شيء مهم في السيارات الحديثة فما هي الرقائق الإلكترونية؟ هي قطعة صغيرة من السيليكون يتم تغليفها في حاوية بلاستيك تعمل على تضخيم الإشارات الكهربائية أو كمفتاح تشغيل أو إيقاف فما غرض الاستخدام؟ تستخدم في أدوات تحكم السيارات وأجهزة الكمبيوتر والمايكروويف والأجهزة المحمولة وأجهزة الألعاب وأيضاً في الكاميرات ماذا جرى؟ أدت جائحة كورونا إلى زيادة الطلب على الأجهزة التي تستخدم الرقائق كالهواتف وأجهزة التليفزيون ووحدات التحكم في الألعاب تعتمد منيين المنتجات على الرقائق الإلكترونية تايمكن تشغيلها يواجه العالم الآن نقصاً حداً في تصنيع الرقائق الإلكترونية مع توقف أهم المعامل عن الإنتاج وارتفاع أسعار الشحن وتغطل سلاسل الإمدادات كيف يؤثر النقص على الشركات؟ عشرة ملايين هاتف آيفون 13 لن تدخل الأسواق خلال ربع الأخير من هذا العام بعدما توقعت أبل أكبر المشترين للرقائق إنتاج نحو 90 مليون جهاز فقط والسبب نقص الرقائق الإلكترونية شركات السيارات في العالم شهدت تأثراً بالغاً تويوتا خفضت إنتاجها بنحو 40% الشهر الماضي بولسفاغن اتخذت خطوة مماثلة جنرال موتورز وفورد ونيسان وديملر وبي أم دابليو ورونو أيضاً قلصوا إنتاجهم تعتبر إنتل وسامسونج وتي أس أم سي أكبر الشركات المصنعة للرقائق الإلكترونية البلدان المهيمنة على الإنتاج تستحوذ تايوان على نصيب الأسد بنسبة 63% وتتطلع لزيادتها إلى 65% تأتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني بنسبة 18% ثم الصين بنسبة 5% فيما تنتج باقي دول العالم 12% الأسوأ لم يأتي بعد هذا ما قاله بات جيلسنجر رئيس شركة إنتل لصناعة الرقائق اتوقع جيلسنجر استمرار الأزمة لمدة عام أو عامين قبل أن تعود الإمدادات إلى وضعها الطبيعي فهل سنرى ارتفاعاً في أسعار الهواتف والسيارات بسبب فقدان رقاقة إلكترونية؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر